نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلا وموضوعا حيث إنها تصلح إنزارا للحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لنادي عريق هو أقدم من اتحاد الكرة نفسه وأكبر بأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره العظيمة من كل أعضاء اتحاد الكرة أما أن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على خطابكم أو إعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء شاهد أول تعليق يهز مصر من مرتضى منصور بشأن الانسحاب من كأس السوبر المصرية بالفيديو سيد عبد الحفيظ يصخر من الزمالك ومرتضى منصور بعد الانسحاب من كأس السوبر المصرية السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس شاهد أول تعليق يهز مصر من مرتضى منصور بشأن الانسحاب من كأس السوبر المباراة سوف تكون يوم الجمعة القادمة بين الزمالك والأهل على لقب السوبر على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية الإمارات علق سهل العريفي المدير التنفيذي في مجلس أبوظبي رياضي على أن بانية الزمالك الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري وتأجيل الصفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سهل العريفي المدير التنفيذي في مجلس أبوظبي وعبر تصريحات تلفزيونية أكد أنه لم يتم اختار المجلس بأي شيء خص اعتذار الزمالك عن المشاركة في المباراة من عدمه وتابع أن الاستعدادات للمباراة تمر بشكل طبيعي والتذاكر اقتربت من النهاية وهناك ترقب لوصول بعثة الفريقين إلى أبوظبي من أجل الاستعداد للمباراة وواصل أنه لا يحدث تواصل مع الأمدية بشكل مباشر ولكن التواصل يتم عبر اتصالات مع الشركة الرائعة ويرى أن الأمور سوف تمر بسلام وسوف يأتي الفريقين لخوض المباراة بشكل طبيعي واختتم أن هناك مفاجآت في الحفلة تشمل فنانا كبير ومعروف وسوف يقوم بإحياء الحفل قبل المباراة سيكون مفاجأة للجمهور بالفيديو سيد عبد الحفيذ يصخر من الزمالك ومرتضى منصور بعد الانسحاب من كأس السبر المصري كشف حاتم درويش شقيق مصطفى درويش اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل قيننا ما كانش عنده حاجة خالصة وهو كان بعان من شوية أرق وفتر عاد الصبح معرفش نام وقرر مسؤول نادي الزمالك الاعتذر رسميا عن عدم خوض لقاء السبرم من أهل المقرنة يوم الجمعة المقبلة في الإمارات وأكد الدكتور جاد القادر رئيس المعهد القوامل البحوث الفلاكية والجيوفيزيقية أن يوم الجمعة المقبلة الموافقة لخمس من مايو سيكون هناك حسوف شبه الظل للقمر وأنهت لجنة الاستناف التابع للتحاد الكرة اجتماعية قبل قليلة والذي تم خلال نظر عدد من الشكاوى المقدمة للجنة من قبل النادياء الأهل والزمالك كان أبرز والتظلم المقدم من النادي الأهل ضد قرار لجنة الانضباط بقاف محمود كهربا مهاجم الفريق 12 مورا وتغريمه مليون جنيه مصري وانطلق قبل قليل حدث الأبرز والأشهر في عالم الموضع وهو حافل ميد غالا 2023 واستحضر عدد كبير من النجوم والمشاهير المهتمين بالموضع ومن المفترض أن يكرم مصمم الأزياء العالمي كاريلا يفريد خلال الحفلة شاءت صريحات نارية من مرتضى منصور وانسحابه من السوبر المصرية كشف مصدر داخل التحاد الكرة عن موقف مشاركة الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد الشناء ومدافع وحارس مرمى الفريق الكرة والأول بالنادي الأهلية في مباراة السوبر المصري ضد زمالك في اللقاء المحدد له من الساعة السابع ونصف في مساء الجمعة المقبلة بملعب محمد بن زايد في الإمارات مؤكدا مشاركة الثنائي بشكل طبيعي في اللقاء وقال المصدر الوطن سبورد ألا يحاول تمر بشكل طبيعي والتذاكر اقتربت من النهاية وهناك ترقب لوصول بعثة الفريقين إلى أبوظبي من أجل الاستعداد للمباراة وواصل أنه لا يحدث تواصل مع الأمدية بشكل مباشر ولكن التواصل يتم عبر اتصالات مع الشركة الرائعة ويرى أن الأمور سوف تمر بسلام وسوف يأتي الفريقين لخوض المباراة بشكل طبيعي واختتم أن هناك مفاجآت في الحفلة تشمل فنانا كبير ومعروف وسوف يقوم بإحياء الحفل قبل المباراة سيكون مفاجآة للجمهور بالفيديو سيد عبد الحفيظ يسخر من الزمالك ومرتضى منصور بعد الانسحاب من كأس السوبر المصري كشف حاتم درويش شقيق مصطفى درويش اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل قيننا ما كانش عنده حاجة خالصة وهو كان بعان من شوية أرق وفترة عاد الصبح معرفش نامة وقرر مسؤولنا دي الزمالك الاعتذر رسميا عن عدم خوض لقاء السوبر ممن أهل المقرله يوم الجمعة المقبلة في الإمارات وأكد الدكتور جاد القادر رئيس المعهد القومي للبحث الفلاكية والجووفيزيقية أن يوم الجمعة المقبلة الموافقة الخمس من مايو سيكون هناك حسوف شبه الظل للقمر وأنهت لجنة الاستنافة التابعة للتحاد الكرة اجتماعية قبل قليلة والذي تم خلال نظر عدد من الشكاوى المقدمة للجنة من قبل النادياء الأهل والزمالك كان أبرز والتظلم المقدم من النادياء لضد قرر لجنة الانضباط بقاف محمود كهربا مهاجم الفريق 12 مورة وتغريمه مليون جنيه مصري وانطلق قبل قليل حدث الأبرز والأشهر في عالم الموضة وهو حافل ميد غالا 2023 واستحضر عدد كبير من النجوم والمشاهير المهتمين بالموضة ومن المفترض أن يكرم مصمم الأزياء العالمي كاريل ايغفريت خلال الحفلة شاء تصريحات نارية من مرتضى منصور وانسحابه من الصبر المصرية كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن موقف مشاركة الثناء محمد عبد المنعم ومحمد الشناء ومدافع وحارس مرمى الفريق الكرة والأول بالنادي الاهلية في مباراة الصبر المصري ضد زمالك في اللقاء المحدد له من الساعة السابع ونصف في مساء الجمعة المقبلة بملعب محمد بن زايد في الإمارات مؤكدا مشاركة الثناء بشكل طبيعي في اللقاء وقال المصدر الوطن سبورد اللايحة واضحة بخصوص الإيقافات كل بطولة مستقلة بذاتها بمعنى أن إيقاف محمد الشناء حارس الأهل لمدة ثلاثة مباراة سيكون في مباراة الدوري أما محمد عبد المنعم في إيقافه سيكون في بطولة كأس مصر وأضاف بطولة الصبر المصري مستقلة عن بطولتي الدوري وكأس مصر ومن ثم يحق للثناء محمد الشناء ومحمد عبد المنعم المشاركة في مباراة الصبر مع الأهل وتعرض الشناء للإيقاف لمدة ثلاثة مباراة بعد طرده في اللقاء السموح الأخير بمصابقات الدوري أما محمد عبد المنعم فجرى إيقافه ثلاثة مباراة أيضا بعد طرده في اللقاء نهاء كأس مصر نسخة 2022 أمام بيرامدزا وعن موقف محمود عبد المنعم كهرباء مهاجم الأهل كشف المصدر قد يكون هناك جديد في ملف عقوبة كهرباء خلال الساعات المقبلة نظرا لأن لجنة التظلمات تسلمت حيثيات إيقاف اللاعب من جانب لجنة الانثباط لمدة 12 مباراة والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل سيستمر ند الزمالك في الانسحاب من مطولة السوبر الإماراتية؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد أولا بأولا وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة